الله وبركاته مباشرة بعد بروز نتائج صفعة برميل النفط على وجه الحكومة توجهت هذه الأخيرة بسرعة تجاه المواطن لتحوله إلى درع تحت من خلفه لمواجهة الأزمة المالية من خلال ما جاء به قانون المالية من ضرائب إضافية رفع في أسعار الوقود والكهرباء والتهاب مختلف السلع الاستهلاكية وصولا عند الزيادة في أسعار النقل بعشر في المئة السؤال المطروح هنا لماذا تضرب الحكومة بالعصى على ظهر المواطن كلما أحسد بالخطر لماذا لا يتضمن الوزراء وإطارة الدولة والبرلمانيون والولات والصفراء والديبلوماسيون والمستشارون في أعلى هيئة الدولة مع هذه الدولة بالأرقام نتحدث افتراضا لدينا في الجزائر 32 وزيرا يتقاضون أجور تصل 30 مليون سنتيم لو نقطع من أجورهم مبلغ 5 ملايين سنتيم لصالح الخزينة العمومية سيكون المبلغ الإجمالي 160 مليون سنتيم عندنا 48 واليا يتقاضون 23 مليون سنتيم شهريا نقطع 5 ملايين سنتيم النتيجة تكون 240 مليون سنتيم 27 مليون سنتيم ويزيد النتيجة هي 3 ملايين و30 مليون سنتيم 33 سفير وقنصل يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة تفوق بالعملة الوطنية 40 مليون سنتيم النتيجة هي 165 مليون سنتيم ما يفوق عن 100 مدير مؤسسة وطنية يتقاضون ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم على غرار سناتراك وسنالغاز واتصالة الجزائر وغيرها نقطع من أجورهم 5 ملايين سنتيم شهريا النتيجة هي 500 مليون سنتيم الرئيس 80 مليون سنتيم الوزير الأول حوالي 60 مليون سنتيم رئيس غرفة البرلمان حوالي 50 مليون سنتيم يقطعون 20 مليون سنتيم لكل واحد النتيجة هي 80 مليون سنتيم شهريا المبلغ الإجمالي هو قرابة 11 مليون سنتيم شهريا المحصلة السنوية هي 130 مليون سنتيم سنويا فماذا لو عممت نفس العملية التضامنية مع الخزينة العمومية إن صح التعبيري مع مختلف إطارات الدولة الآخرين تماما كما يتضامن المواطن والزوالي ثم لماذا لا يتخلى هؤلاء عن الامتيازات الكبيرة التي يستفيدون منها تحت غطاء المنصب وخدمة الدولة والشعب كالسيارات الدولة والهاتف والوقود ويرغمون أنفسهم على دفع فاتورة الغاز والكهرباء تماما كما يفعل أمثالهم في دول مثل تونس التي تخلى فيها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوغي على نصف راتبه للخزينة العمومية وتخلت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا على منحة المغادرة وغادرت على دراجة هوائية ورئيسة وزراء بريطانيا ديفيد كامرون والدانمارك الذين لا يستخدمان وسائل الدولة في حياتهم الشخصية الجواب يبقى عندكم موسيقى